السلام عليكم مرحبا بكم مع خديجة المسيوية اليوم ان شاء الله نبتغطجي معكم الحوت بالطريقة البرتغالية يأتي هاد البلاء يأتي بنين و بواحد المقادير بساعتين و في واحد الوقت واجيز فران سيكون سخون على الماكسيموم الفران سيكون سخون على مئتين وخمسين والمقادير ديول نقره ما هذا وعليين كيلو و لا كيلو واربع ديال الميغلو ما كبارش بزاف الميرلو ما كبيرة ما صغيرة ميرلو وعندي ما طيشة البصلة التومة والفلفلة والقصبر والمعدنوس و لا نضع بزافة تلقائها ميرلو ارى اني منقياها جيد و نشوف نضيف التحميره جهد ججع واشق نضيف السكينجبير نضيف السكينجبير الجهد العاشق دهوية السكينجبير و نضيف السكينجبير و نضيف التحميره حارة نضيف جميع الماء و القببار نضيف ملحة و البزارة نضيف الزيت نضيف الزيت نضيف الزيت نضيف الزيت نضيف الزيت نضيف الزيت ان شاء الله نتمنى تجربوا هذا البلاء ويعجبكم وتجربوه ونديرو البغتاج باش يعمل فائدة على الجامعة وانتمنى ان شاء الله لي ما مشاركش في القانة ديالي ولمك يعرفش القانة ديالي وطاح فيها باغازة باش يدعمني نطلب منكم دعم المشاركة سوف نبدأ في الخضراء وقدمنا الخضراء كثيرة وقدمنا جيدا نديرو فلف لوحدة ولا ماطشة لوحدة قدمنا الخضراء كثيرة قدمنا جيدا ندير التومة نديرو ثلاثة طروس والاربعة طروس للتومة مرحل نقطع الخضراء على هذا الشكل نقطع الخضراء على هذا الشكل نقطع الخضراء على هذا الشكل نقطع الخضراء على الخضراء على الخضراء على الخضراء على المغرب نقطع الخضراء على 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 فأنا نضيف المقلة نضيف المقلة نضيف الميرلو ونرد لها البال لا نطلقوش عليها حتى تنشف وندردر عليها واحد شوية ديال الفينو اما الفورس اما الفينو انا انا ندردر عليها واحد شوية ديال الفينو باش تجي فيها واحد تقرميلا باش تجي فيها هذه الطبقة المقرملة ونرد لبال نضيف كل الجهة لها 4 دقائق لان الميغلو راحوط بيض بردغية كي يطيب الحوت لا يطيب بزاف لطب بزاف كي يجينا ناشف نحاول نقلبها غيب شوية هاو ما يشتهت برونزات يعني تقرملت نديرها في البلاء اللي غي يدخل الفران نديرها في الشي بلا واسع على حساب الخضراء شحال عدنا في البلاء واسع نحاول ندير مواحد شوية مفرقين باش بقالية فاش ندير الخضراء ندير الفلفل والبصلة لان الفلفل والبصلة هي اللي تهز طياب كثير ندير تخير الله ديال البصلة ندير تخير الله ديال البصلة ندير الفلفل ها تطلق الحلاوة ديالها نزيد عليها شوية لاصوس اللي كنت مرقدة فيها الحوت ندير الفلفل وشوية الزيت نزيد عليها شوية حمارة وشوية السكنجبير والبزار ندير تبزارة مزيانة وهذا الحوت راني ما نديروش في الكامون الحوت اللي يكون بيض راني ما نديروش في الكامون وندير الفلفل ها تومة تومة قطاع كبار مدورين ونشحرها مزيان هاد لاصوس خاصها تشحر لانا را من بعد را غن ديرها على الحوت من بعد را غن ديرها على الحوت دا بايا قندق الربيع وغن دير ما طيش بيلا لانا ما طيش بيلا لانا ما طيش بيلا نديرها هي التالية باش مطلقش بزاف تعلمه وتبقى حية نقولو حية تبقى تبقى بينا مزيانة تبقى شادة نقطع هانيت مشنفة كي نقولو ونحاو نخلط ونزيد نصف ديالة الربيع هذا الربيع هو ديال اللي بنا والربع الاخر راه ديال اللي كي بقى فيه الفيتامينة دياله وكنكب الخالط كامل على الحوت ديالنا نغطي به الحوت هذا الخالط نغطي به الحوت ونزيد على الحوت وندخله الفرن ونفوت لعشرة دقيق يعني نوصيك ما تفوتش الحوت وانتمنى ان شاء الله يعجبكم السلام عليكم ونطلقوا في فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة